طيب أنا هقولها عشان تمكن تستشعر الحرق في هذا أعلم إحنا محتاجين كمان زي ما بنقول إحنا عايزين نأهل لعبتنا نأهل مدربيننا مش عيب ودائما بصراحة إحنا أكدنا بنتكسف من ده أنا بتعلم وحضرك بتتعلم وكل يوم هنتعلم فالمدرب ما يبقاش مجرد اسم لعب كورة يعني أنت راجل كنت نجم كورة وحارس مرمى كبير لو اكتفيت بدا هيبقى عندك مشكلة وانت بتدرب بس لازم تتعلم كل يوم وتفهم كل يوم عشان تبقى موجود في مكانك في منتقى مصر طيب أكيد كل فترة من الفترات أنت لازم على الأقل يكون فيه تجميعة لازم تخش تعمل ورشة عمل لازم تخش دلوقتي الزوم سهل لك كل حاجة في الدنيا تخش تتفرج تعمل اللي أنت عايزه وتشوف كل حاجة لايف الدنيا يعني العولمة فرق كتير جدا معنا إحنا يمكن ساعدتنا إحنا أكتر من المدربين السابقين بالأمانة حجم المعرفة بقيت أسهل شوية من الأول بكتير ماشي أنت ممكن تاخد زمالة وانت قاعد في الكل تمام وفي نفس الوقت ممكن تاخد تعمل الدكتوراه وانت قاعد في الكل الكلام ده كله بقى سهل تمام القصة في إيه اختيار المدرب وبعد اختيار المدرب تأهيل المدرب بمعنى إختيار المدرب أنا بس عايز أقول أن المدرب عندنا مش هو اللي لعب عندنا المدرب لازم يكون المدرب اللي بيعرف يشوف المدرب أول حاجة فيه أنه يعرف يشوف يعرف يطلع الخطأ فين يعرف يطلع العب فين مش المدرب اللي بيقول يشتغل ويعمل وسوي أنا لازم أشتغل بس هشتغل على إيه هشتغل على أسس أول الأسس دي أن أنا ذات نفسي أبقى عارف المشكلة عندي فين في فرقة أنا هتكلم على الحراس أول مشكلة عندي كمدرب حراس مثلاً أن أنا قبل أي حاجة قبل ما أعمل التمرين ده أبقى عارف أنا بعمله ليه وهعمله ليه وترتيبه إيه في اليوم كله أو في الإسبوع كله أو في الشهر كله أو في السنة كلها عشان أطلع من اللاعب بتاعي أو الحارس بتاعي إيه إحنا ما عندنا ناشي العندي العندي يقول إيه اللي عندنا أول ماشي بصراحة صح طيب كيف لازم نشوف حد يسقل لنا العندي لازم حد ياخدنا يقول لنا إحنا أول حاجة بنبص فيها الحارس واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة أنا بتكلم إحنا عشان أنا واحد من الناس اللي لو ورش يتعامل في دكان هنزل أسمعها تمام صح فلازم يبقى في حد يوصلنا لمرحلة إن إحنا كل يوم أبديتينج للعالم كله لأن الدنيا بتتغير دلوقتي أوروبا زمان مثلا كان نجون على طول بيقف على خط المرمى أو بمعنى صح في دوريات زي فرنسا وإنجلترا الحارس بيقف على خط المرمى تعالت فرج دلوقتي مثلا في دوناروما وبيلعب في الدولة الفرنسية بيقف في قلب السيكس يارد بعد أربعة خطوات أو خامر خطوات في قلب السيكس يارد مع إن الكرة هي هي ولكن التمركز بتاعه زاد لأن حسب بطول الجسم بتاعه لما يفرده هيقدر يفرد الزوية الضيئة والبعيدة ولا لأ حاجات تانية الدوري الإيطالي كله مفيش حد بيقف في دواتي على خط الجوة الدنيا بتتغير دي أنت بقى كمدرب بتتعلمها كل يوم كل يوم كل يوم وتحاول تفهمه وواقف لي كده وعشان إيه وإنت توجيهة الجسم الأول كانت بميل دلوقتي في ناس بتواجه مباشر على حسب الكورن مثلا إنت راح تلعب فرقة كل فاولاتها بتعملها أو كورناراتها بتعملها عزاوة ضيائقة فأنا لو بصت بميل مش هلحق إنما لما روح مواجه هبقى قريب جدا للكروس اللي هيلمس بدماغه هبقى أنا قريب منه لا ده ممكن قبل ما هو يلمس بدماغه وأطلع أنا ألعب البوكس حتى الوقفة التمركز التحرك كل ده فيه تغيير يوم عن يوم